اهلا بكم في قناة مساء الاخبار واهلا بالمتابعين والمشتركين في فيديو جديد على قناة مساء الاخبار النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا وخاص بكوريا الشمالية ورئيس كوريا الشمالية واللي شايف الفيديو مبارح عن ليلى عبداللطيف كنا منزلين اخطر متى وقاعته وابرز متى وقاعته لعام 22 ومن ضمن التوقعات المهمة يا كوريا الشمالية وفيه خبر لسه نازل من كام ساعة تقريبا خمس ساعات ان كوريا الشمالية اطلقت صاروخ في اتجاه الشرق والرئيس الجنوبي لكوريا الجنوبية يندد والموضوع مقلوب وامريكا كمان دخلت في الخط والعالم دلوقتي بعد ما كان مشغول بموضوع روسيا واوكرانيا بدأ يتجه ناحية كوريا الشمالية ورئيس كوريا الشمالية من الواضح وراء الموضوع حاجة اكبر مما هو واضح وكانت اصلا ليلة عبداللطيف ايلا في ليلة رأس السنة ان كوريا الشمالية فيها مشاكل وهيحصل مشاكل والكلام ده كان واضح جدا في توقعاتها حتى كانت ايلا ان سوف نشهد اغلاق الحدود في كوريا الشمالية وسنرى اجراءات مشددة وسنرى كوريا الشمالية تستعد وتتأهب لاحداث وتطورات مؤسفة وذلك خلال المرحلة القادمة وحدث بارز يحوم حول الرئيس الكوري وده شفنا النهاردة في اكتر من الموقع تقدروا تبحثوا وتشوفوا الموضوع موجود على موقع اندبندنت عربية ده موقع كبير بيقول ان اعلن الجيش الكوري الجنوبي النهاردة الخميس ان كوريا الشمالية اطلقت صاروخ خير معروف ناحية الشرق وهو الاخير ضمن سلسلة عمليات اطلاق مكذوفات او صواريخ اجريتا بيونج يونج منذ مطلع العام حوالي 12 تجربة او 12 اطلاق ونقل البيت الازرق اللي هو مقر الرئيسة في كوريا الجنوبية عن الرئيس ان زعيم كوريا الشمالية كيم جونج اون انتهك وقفا اختياريا كان مفروض على اطلاق الصواريخ الباليستية لعبرة القرات يعني كان فيه قانون مفروض انه مفروض على كوريا اختياري انه ما ينفعش يطلقوا الصواريخ دي ناحية الدول او البحر هم اطلقوا في البحر بس اتتابع للدول نفسها مش في الحدود بتاعتهم وده بيعتبر يعني خرق القوانين وندت بشدة باحدث اختبار صاروخي تجريب يونج يونج ده بالنسبة لكوريا الجنوبية كمان الموضوع ان الصاروخ ده وقع في بحر اليابان يعني ناحية حدود اليابان البحرية وحصل غضب في اليابان وده الرئيس الوزراء الياباني فوميو كيشي ده عملية الاطلاق الكوريا الشمالية لما يرجح انه صاروخ باليستي عبر القرات سقط في المنطقة الاقتصادية الخالصة لبلاده معتبرا انه عمل مشين ولا يختفر طب انت دلوقتي بتعمل تجربة اطلاق صواريخ ليه بتخليه ينزل عندنا ورأى كيشي ده انه كوريا الشمالية بتهدد سلامة وامن اليابان والمنطقة وكمان المجتمع الدولي وان ده امر لا يمكن القبول به وكان مسئولين حكوميون يابانيون اعلنوا في وقت سابق انه مجزوف كوريا الشمالية يرجح انه صاروخ باليستي سقط في منطقتها على بعد 150 كيلو من الغرب من سواحلها الشمالية وقال وزير الدولة الياباني ان الصاروخ وقع في ناحية زمحنا قلنا ناحية اليابان وكان ممكن يقع على سفن ممكن كان يقع على يعني اي حد كان ممكن يكون موجودش اللحظة تحت سقوط الصاروخ والناس تموت بس الحمد لله مفيش اي ضحايا او حصلت مشاكل في السفن او اي حاجة في اليابان بس هما بيتكلموا انت ازاي تطلق صاروخ زي كده او تعمل تجربة عسكرية زي كده وترمي المجزوفات في مكان مش بتاعك في حدود مش بتاعتك في البحر اللي هو مش تابعك درماف ناحية اليابان وده بيعتبر تهديد صريح انت ليه بتعمل كده كان ممكن يبقى فيه صفن كان ممكن يبقى فيه غواصات كان ممكن يكون اي حاجة موجودة في البحر في الوقت ده ويتم تدميرها لدرجة ان هم اتطمنوا على الناس اللي موجودة في الوقت ده في البحر اليابان عشان يتأكدوا ان فيش حاجة حصلت لهم اه كمان الموضوع وصل لامريكا امريكا الحقيقة برضو مش سكتة عن الموضوع ده وقالت ان التجارب الصاروخية لكوريا الشمالية بتزيد التوترات والخبر موجود على موقع اسمه 24 بيقول دانت الولايات المتحدة الخميس بشدة اطلق كوريا الشمالية صاروخ باليستيان عابر القرارات ودعت المجتمع الدولي لتحميل بيونج بيونج مسئولية خرق قرارات صدرة من مجلس الامن زي ما احنا قلنا ده عبارة عن قرارات كانوا صدرينها على كوريا الشمالية والراجل المولى في دماغه وقالت المتحدثة باسم البيت الابيض جين ساكي في بيان ان واشنطن بتدين جمهورية كوريا الشمالية لاختبارها الصاروخ ورأت في الخطوة ان الكوريا الشمالية كده عملت خرق فاضح لقرارات عدة من مجلس الامن وبتزيد التوترات بلا داعي ويهدد كمان بزعزعة استقرار الوضع الامني في المنطقة فده من الواضح ان الموضوع فيه مشاكل كبيرة جدا وان مش كل شوية تطلق صاروخ والصاروخ اللي تم اطلاقه ده من اخطر الصواريخ اللي موجودة حاليا لان هما بيقول ان الصاروخ ده زي الصاروخ اللي تم اطلاقه في عام 2017 وده بيعتبر صاروخ خبير جدا وتدميره رهيب بس طبعا ده لو تم ارساله لدولة هيعمل تدمير رهيب جدا لتلك الدولة وده عابر القراط يعني يقدر يمشي لمسافات طويلة جدا يعني ممكن يضرب امريكا ممكن يضرب اي دولة هما عايزينها بسهولة جدا وكمان الجديد ده كمان اوحش حاجة فيه ان هو ممكن الرادار ما يشوفوش وحصل ان المشكلة دي عاملة مشاكل كبيرة جدا في كل المنطقة دلوقتي وهم دلوقتي بيادين رئيس كوريا الشمالية وحاليا بيفكروا ان هم يعملوا على عقوبات فالموضوع مش سهل وهم عايزين يفهمه انت عايز ايه عايز ايه من الموضوع ده هل هو عمل كده علشان يشغل العالم شوية او يشد الانتباه لكوريا الشمالية محدش عارف فهو ايه اللي في دماغه لان الراجل ده مجنون جدا والعقوبات والقوانين المفروضة على بلاده غريبة جدا واصلا ربنا يسطر عشان مش محتاجين توطر اكتر من التوتر اللي حاصل ما بين روسيا واوكرانيا كده كفاية وده بيشكل برضو تهديد على كل الدول في العالم لان الراجل ده لو حد يكلمه بشكل مش كويس ممكن يضربه بالنووي لانه عنده نووي وده اللي جايب المشاكل كلها في العالم شكرا لحضراتكم اتمنى الفيديو يكون عجبه ويكون شامل كل التوقعات والاخبار ارجع بنهالكم الموقع 24 فرانس بيرس وكمان اندبندنت عربية وموجود في مواقع كتيرة جدا اه الاخبار كلها مالية لموضوع على الجزيرة وعلى بوابة الشروق والدستور والاهرام واليورو نيوز كله بيقول انه هو عمل اه دلاتيف دلاتيف دلاتيف